موسيقى 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 بعد أن دخل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المكتب البيضوي في البيت الأبيض وبدأ ممارسة مهامه على رأس هرم السلطة في الولايات المتحدة يترقب الأمريكيون والمتابعون حول العالم تنفيذ بنود خطة ترامب لأول مائة يوم في الرئاسة خاصة المتعلقة منها بوعود حملته الانتخابية خطة بدأها الرئيس الجديد بتوقيع مرسوم تنفيذي ضد قانون الرعاية الصحية المعروف باسم أوباما كير في انتظار اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة هذا الموضوع عما سيكون عليه شكل المائة يوم الأولى لحكم السيد ترامب ينضم إلينا من واشنطن كل من الكاتب والدهج السياسي جاري بيرس معنا أيضا الكاتب ومدير مركز الحوار العربي الأمريكي الأستاذ صبحي غندور أذكركم مشاهدين أنه بإمكانكم أيضا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم وتعليقاتكم على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ بيرس أبدأ معك أولا إذا كان اليوم الأول يعني يوم حافل مثل الأمس مظاهرات عارم اجتاحة الكثير من المدن الأمريكية الرئيسية ومدن أخرى حول العالم أعداد هائلة خرجت ضد الرئيس ترامب وضد وعوده الانتخابية وسياساته المرتقبة كيف نتوقع أن تكون فترة المائة يوم الأولى في عهد السيد ترامب سأريد السؤال بسرعة وأرجو من المترجم إعادة السؤال لسيد بيرس كيف نتوقع أن تكون المائة يوم الأولى إذا كان اليوم الأول يعني قد توجه بمظاهرات كبيرة عارم اجتاحة الكثير من المدن الأمريكية إذا كانت سيد بيرس لا يسمعني سأنتقل إلى الأستاذ الصبحي مباشرة ربما الإجابة على نفس السؤال مساء الخير أستاذ الصبحي تبعنا كلنا بالأمس المظاهرات الهائلة التي خرجت في واشنطن وفي مدن أمريكية أخرى وفي مدن عالمية وتبعنا أيضا تصريحات السيد ترامب في وكالة الاستخبارات المركزية CIA هجوم عنيف على وسائل الإعلام ومحاولة لتلميع صورته بشكل من الأشكال تبعنا أيضا التصريح المقتضب للمتحدث الجديد باسم البيت الأبيض من هذه المؤشرات ما الذي نتوقع في الفترة المقبلة في بداية عهد السيد ترامب ستكون مئة يوم من فوق ومئة يوم من تحت وأقصد في ذلك أن هناك إدارة الآن ستجد على الأرض ستجد على مستوى المدن الأمريكية ردة فعل لما ستقوم به يعني هي إدارة لم تستلم بعد مسؤوليتها وجدنا ما أنت أشرت إليه أستاذ مهند يوم أمس من حركة شعبية مهمة جدا حدثت في معظم المدن الأمريكية رافضة لهذه الأجندة التي يحملها ترامب والتي سيحاول تطبيقها تداء من المائة يوم الأولى يعني إن كان ما له علاقة في أوباما كير جانب الرعاية الصحية وإن كان له هذا الأخطر ما له علاقة في أيضا مسألة المهاجرين وكيفية التعامل مع ملايين منهم داخل الولايات المتحدة داني أقاطعك أستاذ صبحي بعض الأخبار الواردة من واشنطن تشير إلى أن سيد ترامب كان له تصريح قبل قليل يقول فيه أنه سيعيد التفاوض مع المكسيك وكندا حول اتفاق التبادل الحر اتفاق نافتة كما نعلم جيدا السيد ترامب عارض هذا الاتفاق هذا الاتفاق لم التوصل إليه في عهد إدارة بيل كلينتون وهو اتفاق مهم إذا كان هذا أنه سيعيد التفاوض معناته السيد ترامب ماضي في تنفيذ وعوده الانتخابية بدون شك ما سمناه منه في خطابه في يوم التنصيب يؤكد أنه هذه التصريحات التي كان يقولها خلال حملاتي الانتخابية أنها أجندة للتنفيذ وليس كانت فقط للاستهلاك السياسي والانتخابي أمور لها علاقة في السياسة الداخلية وفي السياسة الخارجية ما أنت أشارت إليه مهند مخصوص نفتة هذا غيض منفايد الأمور الكبيرة ستأتي على الطريق نفسه الآن تصل اليوم مع نتانياهو في الوقت الذي يقام هناك استيطان وهذا تأكيد على موقفه تجاه تأييد الاستيطان عمليا في إسرائيل موقفه أيضا من الصين سنرى الأمور تتصاعد أيضا مع الصين رئيسة وزراء بريطانيا قادمة يوم الجمعة وحتما سيتحدث معها عن أهمية الإنجاز الكبير الذي حدث في خروجها من الاتحاد الأوروبي وسيتحدث سلبا من جديد عن الاتحاد الأوروبي وسيشكك من جديد بحلف الناتو فهو ما قاله من شعارات خلال حملته الانتخابية إن كان لها علاقة في الداخل الأمريكا أو في الخارج سيأكده خلال المائة اليوم القادمة الخطورة الآن أنه يفعل ذلك دون حسيب أو رقيب على مستوى الكونغرس لأن الكونغرس في النتيجة في غالبية جمهورية وأيضا سيصل هو إلى مرحلة يجعل أيضا محكمة دستورية العليا لصالح أيضا خطه الذي هو عليه ستبقى السلطة الرابعة في الولايات المتحدة وهي الأعلام سلطة متحررة من قيوده وهو يتهمى لذلك أنت ما أشرت إليه من حملتي على الأعلام هذا هو أمر متوقع لأن الكثير من مما سيفعله سيكون ردت فعل شعبية وسياسية على المستوى الشارع الأمريكي وعلى مستوى الأعلام الأمريكي لكن السلطات التنفيذية والتشرعية والقضائية ستكون بيد خلال هذه الفترة القادمة سأود إلى الضيف من واشنطن أيضا السيد جاري بيرس الكاتب والبحث السياسي قبل ذلك فيما يتعلق بالمكالمة التي كانت من المفترض أن تجرى بين السيد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يبدو أنها تمت بالفعل تصريح سريع لسيد ترامب حول هذه المكالمة وصفها بأنها كانت مكالمة لطيفة جدا بالإنجليزية هذا هو التعليق الذي قاله السيد ترامب فيما يتعلق بهذه المكالمة سنحاول معرفة ربما المزيد من التفاصيل على المضمون هذه المكالمة إذا توفر ذلك سيد بيرس ما رأيك هل سيؤكد السيد ترامب بالفعل خلال المئة يوم الشعارات التي رفعها خلال الحملة الانتخابية وهل سيمضي كما أشار الأستاذ صبحي بلا حسيب أو رقيب على أساس أنه تأييد الكونغرس مضمون ومسألة المحكمة العليا أيضا ربما التعينات التي سيقوم بها ستكون بحسب رغبته هو حتما سيريد أن يفي بكل الوعود التي قدمها خلال الحملة الانتخابية إبانا المئة يوم الأولى وعليه أن يمضي قدما في تعيين الوزراء والمسؤولين السامين في مختلف المناصب العليا كذلك هناك من اعتمد من قبل حزب من قبل مجلس الشيوخ وهناك من يزالوا ينتظرون لكن سيفعل قسار جهده من أجل أن يفي بوعوده التي قدمها خلال الحملة الانتخابية سيد صبحي الحراك الشعبي الذي شهدناه بالأمس حراك لافت أنا لا أذكر أنه في أول يوم لتسلم أي رئيس على الأقل في تاريخنا المعاصر لم تنخرج مثل هذه المظاهرات معارضة لوجود رئيس جديد أولا إلى أي مدى يمكن الحديث الآن عن ظاهرة عن تيار جديد ربما بدأ يبرز في الولايات المتحدة البعض بالأمس شبه هذا التيار إلى النسخة اليسارية لتيار حزب الشاي المحافظة دائما بالفعل هناك نوالي بروز مثل هذه التيارات المعارضة جدا لما يؤمن به السيد ترامب هذا ما قصدت وحينما أشارت أن هناك مائة يوم منفاق ومائة يوم من تحت مائة يوم من تحت هي من هذا الشارع الذي تشير إليه تحدثت إدارة مترو واشنطن الأنفاق التي تعرفها في منطقة واشنطن أشارت اليوم إلى أن الرقم الذي استعمل فيه المترو أمس بسبب هذه المظاهرات كان الأضخم والأكبر بعد ما حدث عام 2009 كان أكبر استخدام للقطارات كان عام 2019 الرقم إلى مليون ومائة ألف استخدموا القطار عام 2009 يوم تنصيب أوباما وأمس كانوا حوالي مليون وكسور لكن أقل بقليل من هذا الرقم هذا يعني أن الحشد الشعبي حتى توقعات الهيئات التي كانت تدعو إليه يعبر عن تيار وليس هو فقط مجرد حالة انفعالية مؤقتة أنا أعتقد هذه ستستمر وهي تعبر عن قطاعات لم تعد المسألة ديمقراطي جمهوري في الولايات المتحدة هي بين تيارين تيار محافظي رأسه الآن ترامب هذا التيار فيه شيء من العنصرية ضد الآخر إن كان الآخر اللاتيني أو الآسيوي أو الأفريقي أو الأسود بغض النظر عن الألوان والعراق ضد الآخر يعني العودة من جديد إلى أصولية أمريكا الأوروبية البروتستانتية القائمة على الرجل الأبيض هذه هي مفاهيم هذا التيار عمليا والذي مدعوم بطبعا اتجاهات دينية محافظة لها مواقف من كل المرحلة السابقة التي كانت أيام أوباما فيما تعلق في مسائل كالإجهاد أو غير أضايا اجتماعية ينظر إليها من منظار ديني مقابل هذا التيار نجد تيار يمنو فعلا داخل الولايات المتحدة وهو ربما الأكثر شعبية لأنه يضم ليس فقط الأقليات التي هي حوالي سلسل الولايات المتحدة ولكن يضم أعضاء ضخمة من الأمريكيين الأوروبيين الأصول الأوروبية والأمريكيين البيض وهؤلاء شهدناهم أمس في هذه المظاهرات في كل المدن الأمريكية الكبرى هذا يعني أن هذا التيار هو أكثر قدرة على التأثير حتى من حزب الشاي الذي أنت تشير إليه لكن قدرة هذا التيار الآن على التنظيم والتحرك أنا في رأيي متوقفة على بعض القيادات كحالة بورني ساندرز الذي أنا في رأييي لن يتوقف على الحركة كحالة أوباما نفسه الذي قرر البقاء في واشنطن سنتين وقال كما تذكر منذ أيام قليلة أنه سيتدخل حينما تمثل قيم الأمريكية وهذا يعني أن كل ما سنرى يحدث فيه ليس فقط المائة يوم في السنتين القادماتين قبل الانتخابات النصفية القادمة سنجد فعلا هناك تعرض لهذه القيم الأمريكية إن كان له علاقة بالحريات أو إن كان له علاقة في التعددية التي تقوم عليها أمريكا والأمور الدستورية التي هي في رأيي هناك مخاوف حتى عليها بما فيها حرية الأعلام في الولايات المتحدة هذا أعتقد ما سنرى يحدث في السنتين القادماتين صراع بين تيارين سينتهي في انتخابات نصفية تعيد تصريح الأمر على مستوى على الأقل للكونغرس ولا أعلم إذا كانت تستطيع أن تقيل الآن دولاند ترامب من منصبه لأن ترامب يشكل حالة فعلا خطيرة للولايات المتحدة هو يجمع بين الجهل والتكبر أن يكون هناك في الولايات المتحدة رئيس جهل شهدنا ذلك في فترة جور بوش الأبن لكن المشكلة أن يكون جاهل وعنده العنجهية والتكبر التي تجعله وتقبل حتى نصائح ممن حوله حتى المستشارين في رأي حوله لن يستطيعوا أن يأثروا عليه هذه حالة خطرة للولايات المتحدة ستنعكس تيارا شعبيا أقوى وأكبر في داخل الولايات المتحدة بدي أسيلك بعد قريل أستاذ صبحي عن تصريحات دونالد ترامب بالأمس أمام كبار موظفي الـ CIA وكالة الاستخبارات المركزية والتي كما تابعنا كان هناك تصفيق حاد للسيد ترامب الذي انهال على هذه الوكالة كما نذكر بالشتائم ووصفها بأنها أشبه بالنازية وكل هذه الأمور كيف يستقبل بهذا الشكل؟ سأود إليك بعد قليل ولكن دعني أسمع من السيد بيرس إلى رد ربما عن أن مسألة ما شهدناه بالأمس هو ليس حالا فعالية من الشارع الأمريكي المعارض لترامب وإنما بداية تيار واسع في الولايات المتحدة ما رأيك سيد بيرس؟ نعم أولا الرئيس ترامب أظهر أهمية الاستخبارات لرئاسته ولذلك زارهم في فيرجينيا في أول يوم ولإرسال هذه الرسالة وخصوصا بسبب تلك الرسائل المثيرة للجدل فيما يتعلق بتسريب بعض الوثائق حول المعلومات من قبل روسيا لتتهم فيها روسيا لذلك سيكون هناك العديد من الأشياء على المحق في هذه الإدارة لأن هذه الإدارة تغير الوضع القائم السيد ترامب لن يحكم في جو من الفوضى والمعركة لكن ستكون هناك بعض التسويات لكن فيما يخص الأمس هو قال بشكل واضح أن مجتمع الاستخبارات السي اي اي كما قال يقدم له ألف بالمئة من الدعم يقدم له ألف بالمئة من الدعم أستاذ صبحي بالأمس سيد ترامب يمتدح هذه الوكالة والعمل الجيد الذي تقوم به وكل هذه الأمور ولكن هل هذا يلغي ما قاله سابقا والشتائم التي كانها لهذه الوكالة ولأدائها ولما يخرج عنها من تحاليل وكل هذه الأمور كيف نوفق بين هذين الموقفين هو قيل له قيل على ترامب قبل يوم السبب قيل له أن من الضروري أن يزور مركز المخابرات الأمريكية لأن اتهامه بأن مارست ما يشبه النازية حينما جرى الحديث عن الأمور المتعلقة في علاقته في موسكو ووصائق الفيديو التي قيل أنها كشفت ممسوكة عليه في موسكو حين قال هذا الكلام السيء السلبي الكبير بحق كل الأجهزة وقال مثل ذلك أيضا قبل هذا التصريح لكن ما حدث يوم أمس أخي مهند أنه كان هو مقرر أن يزور مركز المخابرات الأمريكية قرر قبل يوم الجمعة قبل تنصيبة كان أعتقد أن يوم الجمعة سيوافق الكونغرس أيضا على تعيين بومبيو كمدير للمخابرات الأمريكية كما وافقوا على تعيين الجنرال الماتس كوزير للدفاع فكان مقرر أن يكون السبت هو هناك وأن يؤكد دعم بومبيو لهذا الموقع الجديد لكن هذا لم يحدث من قبل الكونغرس فاستمر بالزيارة لكن كلامه لم يكن عن جهاز المخابرات ولا عن لائحة القتلى والموتى من جهاز الـ CIA الذي كان خلفه عدد من النجوم كل واحد يرمز إلى واحد منهم تحدث عن شخصه تحدث عن عدد الذين شاركوا في المظاهرة تحدث عن مجلة التعيم تحدث عن شبكة فوكس نيوز كان حديثا واضح أنه مرتجل كحالة افتعالية بلحظتها لأنه لم يكن مخططا حتى كان يتحدث بهذا الشكل بدون غياب أو بغياب من هو كان عين كمدير المخابرات مزاري تحدث في سيادة حملة الانتخابية أستاذ صبحي ليس كذلك تماما ونصح من قبل مستشاري أنه انتظر ابقي على برنن الذي كان مديرا للمخابرات وعلى عدد كبير آخر من الوظائف أنه ابقي عليهم لحين تعيين موافقة الكونغرس على تعيين من هم معينوا كوزراء جدد لم يقبلوا ذلك يعني عدد كبير من المسؤولين في الولايات المتحدة أعطيوا انزار أنه عليكم في منتصف ليل خميس الجمعة أن تغادروا مكاتبكم وكان من ضمنهم مدير مركز المخابرات الأمريكية وبالتالي هذه الزيارة لم تكن تعبر إطلاقا عن حالة دعم بمقدار ما كانت مقررة ولم يتم الموافقة على تعيين بومبيو فيها كمدير المركز هناك شكرا جزيلا لك الأستاذ صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي كان معنا من واشنطن وكان معنا من هناك أيضا السيد جاري بيرس الكاتب والباحث السياسي شكرا لكم إلى هنا ملفات غرفة الأخبار غدا مواعد جديد وملفات جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة